انطلقت حملة تطعيمات الصف الأول للعام الدراسي الحالي بقسم الأمومة بالمجمع الصحي الهاني على مستوى بلدية سوق الجمعة المركز استقبل مئات الطلبة من مواليد عام 2016 في الأسبوع الأول من انطلاق الحملة وسيستمر باب التطعيمات مفتوحا حتى بداية العام الدراسي الحالي وبحسب ما تسمح به كمية الجرعات المتوفرة والتي تشهد شحا في مختلف مراكز التطعيم مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباصد سميو أكد لوسائل إعلامية موافقة المصرف المركزي على فتح الاعتمادات الخاصة بتوريد التطعيمات الروتينية والمدرسية للعام 2022-2023 متوقعا وصول الدفعة الأولى منها في غضون أسبوعين بدنا في حملة التطعيمات السنة الدراسية للمواليد 2016 يوم الاثنين السابق 19-9 عقب استنامنا لطلبية التطعيمات اللي كانت يوم الأحد 18-9 وبدنا فيها على بركة الله مع جميع العناصر اللي في قسم الأمومة والطفولة طبعا نحن هنا مجمع الصحي الهاني الفئة المستهدفة هي موليد 2016 والهدف من المناعة هي رفع صقف المناعة للطلاب والحمد لله كان الأقبال كويس جولي علومون اليوم حوالي كنتقوا حتى 80 طالب وإن شاء الله موفقين المستمر إلى حين نفار الكمية التطعيم ترجمة نانسي قنقر